بعد سنتين وشهرين بالتمام والكمال عن إغلاق واتخاذ قرار إغلاق هذا المعبر الحدودي إلى جانب المعابر الحدودية الأخرى على غرار المعبر الحدودي لمليلية المحتلة كذلك الأجواء هنا أجواء هادئة مجموعة من المواطنين المغاربة وكذلك من سكان المدينة المحتلة وطلائع من هؤلاء دخلوا قبل قليل إلى التراب الوطني من هنا من معبر باب سبتة المعطيات المتوفرة هو أن هناك أعداد مهمة وكبيرة إلى حد ما بحسب المعطيات التي استقيناها من هنا من المعبر الحدودي لمجموعة من المغاربة مغاربة العالم وكذلك من سكان المدينة السليبة الذين استطاعت منهم مجموعة الدخول إلى التراب المغربي وهناك مجموعة أخرى لا زالت تنتظر نهاية وانتهاء الإجراءات الإدارية والإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات المغربية على الراغبين للدخول إلى التراب الوطني للمملكة وفي مقدمة ذلك فحص كورونا وكذلك بالنسبة للتلقيح بالنسبة للمواطنين الذين استفادوا من الجرعات الثلاث للتلقيحات المضادة لفيروس كورونا من خلال مجموعة من التصريحات التي استقيناها عبرت مجموعة من المواطنين الذين دخلوا إلى التراب الوطني في اللحظات الأولى لإعادة فتح المعبر عن سعادتهم بتمكنهم من الدخول إلى التراب الوطني من هنا من معبر باب سبتة بعد فترة ليست بالقصيرة وكذلك عبروا عن سعادتهم بإمكانية لقائهم لعائلاتهم وذويهم بعد فراق فرضته جائحة فيروس كورونا والتي فرضت إغلاق الحدود البرية ما بين المغرب والجارة الشمالية إسبانيا وهنا وجبت الإشارة إلى ما أكده مصدر مسؤول مغربي عن كون أن إعادة فتح معبر وهنا الحديث عن معبر سبتة تحديدا لا يعني عودة النشاط نشاط التهريب بجميع الأشكال وهو تحديدا التهريب المعيشي سيتمكن المواطنون المقيمون في الاتحاد الأوروبي مصرح لهم بالسفر داخل منطقة شنغن من ولوج مدينتي سبتة ومليلية مبرزا أن المغرب سيحدد شروط الولوج إليه من سبتة ومليلية المحتلتين وأشار إلى أن دخول المدينتين السليبتين رهين باستفاء هذه الشروط وفي مقدمتها الشروط الصحية التي وضعتها السلطات الصحية المغربية بالعودة إلى الأجواء هنا أجواء عادية جدا هادئة على عكس ما كان قبل فترة حيث كان هناك مجموعة من الشباب الذين يأتون إلى المدينة بمجرد سماعهم لإشاعات وتتعلق بإعادة فتح المعبر اليوم الصورة مغيرة تماما هدوء تام منذ دخولنا إلى مدينة الفنيضق كذلك مرورا بمدينة المضيق الأجواء عادية وأجواء هادئة جدا حضور طبعا بتأكيد حضور أمني لافت وللسلطات المحلية هنا لعمالة المضيق الفنيضق التي تجندت من أجل العمل والصهر على وضع كل الترتيبات وكل الإجراءات المتعلقة بإعادة فتح هذا المعبر كما قلنا هذه هي الأجواء هادئة جدا نترككم في حفظ الله ورعايته يوسف الحيك من هنا من معبر باب سبتة تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة